استضافت غرفة التجارة العربية البريطانية أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني في دورته الثالية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشراكات التجارية الخليجية البريطانية وكذلك تسليط الضوء على أهم الأولويات الاقتصادية لدول الخليج كما تعرف أن العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة هي علاقات تاريخية وتعود إلى عقود من الزمن سواء كانت على مستوى سياسي أو اقتصادي تحديدا واليوم نحن في هذا المنتدى نناقش الأمور المهمة على الساحة الخليجية وعلى الساحة البريطانية والتي ممكن أن يكون من ضمنها شراكات بين كل الدولتين وبحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الخليجي والبريطاني وكذلك التنفيذيين وصناع القرار إلى جانب الكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين تم استعراض خمسة محاور مهمة تشمل الإصلاح الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال ودور الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في تأمين الاستثمار والمستقبل بالإضافة إلى استعراض الأثار التي قد تطرى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنا أرى أن الاستقرار الاقتصادي جيد في المملكة رغم أن الخطر في المنطقة لا يزال موجود وأعتقد أن علاقتنا القديمة مع المملكة لا تزال قوية ومهمة الآن علينا تطويرها أكثر لذلك اجتمعنا اليوم مع وزير التجارة السعودي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المنتدى تطرق إلى رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي يراها المستثمرون من الجانبين العربي والبريطاني فرصة حقيقية من شأنها أن تخلق تلك البيئة الاقتصادية الثرية والآمنة للاستثمار يرى العديد من المهتمين في قطاع التجارة أن هذا المنتدى سوف يمهد الطرق إلى إنشاء الشبكات الحيوية في قطاعية الصناعة والأعمال ويتيح العديد من الفرص والتعاون بين دول الخليج والمملكة المتحدة بدر العازمي الإخبارية لندن